السلام عليكم مباشرة وبدون مقدمات فيتامين دال خطر على الصحة هل هذا صحيح؟ عند معظم البشر مستوى فيتامين دال تحت المعدل الطبيعي وهذه حال شائعة في مختلف دول العالم الحقيقة أن مستوى فيتامين دال لديك هو مؤشر لما ستأول إليه الأمور مستقبلا فهو على علاقة بإصابتك مستقبلا بهشاشة العظم ومراض السكري وغيره هناك ارتباط وثيق وهام بين مستوى فيتامين دال لديك وتقييم حالتك الصحية بشكل عام طيب ما هي وظائف فيتامين دال؟ فيتامين دال يرتبط بالكالسيوم والفوسفور والعظام ويساعد في إدخال الكالسيوم إلى العظم حيث يلعب دور أساسي في بناء العظم من عانى في طفولته من نقص فيتامين دال في مرحلة النمو فهو سيصاب بما يعرف بتليون العظام أو الكساح ونقص فيتامين دال هو المسؤول عن لين العظام أو العظام اللينة وعندما يتناول الطفل في مرحلة النمو فيتامين دال فإنه يتجاوز مشكلة الكساح ولين العظام خلال فترة قصيرة لكن ما لا تعرفه عن فيتامين دال أنه ينشط جهازك المناعي نقص فيتامين دال يرافق دائما زيادة في معدل إصابك بالتهابات لذلك فإن تناول فيتامين دال يؤدي إلى انخفاض معدل التعرض لالتهابات تصور أن فيتامين دال يلعب دور في بناء الأنسج العصبية وبناء نسيج وخلايا دماغية حتى أن فيتامين دال يلعب دور في إصلاح أنسجة الدماغ بعد التعرض لردود وارتجاج دماغ بعض الأطباء يشككون في دور فيتامين دال في كل ما سبق وبعض الناس يرددون ما يسمعه من الأطباء في الحقيقة أن هناك دراسات وأبحاث في غاية الأهمية والخطورة يتم التعتيم عليها هذه الدراسات تؤكد علاقة السرطانات بوجود نقص في فيتامين دال وخاصة السرطانات الخبيثة والشرسة تصور أن الدراسات بيّنت أن أمراض المناعة الذاتية مرتبطة بنقص فيتامين دال وأكثر هذه الأمراض انتشارا هو خمول الغدة الدراقية يجب أن تعرف اليوم ويعرف الجميع أن أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب الفقار اللاصق والذئب الحمامية والصدفية ومرض السكر نوع أول ونوع تاني كل هذه الأمراض المناعية الذاتية مرتبطة ارتباط وثيق بوجود نقص في فيتامين دال إضافة لذلك فإن بعض الأمراض العصبية النفسية مثل الاكتئاب والفصام مرتبطة بنقص فيتامين دال وبعض الأمراض العصبية مثل مرض باركنسون والزهايمر مرتبطة بنقص فيتامين دال أعتقد أنك بدأت تدرك مدى أهمية فيتامين دال لا يوجد في الجسم تقريبا وظيفة إلا ويشارك فيها فيتامين دال لذلك اسم فيتامين دال لا يكفي فهو يستحق اسم هورمون كما يطلق عليه بعض الأساتذة في الطب أجد أنني أستطيع شخصيا أن أكون فكرة إلى حد كبير عن صحة أي شخص من خلال مستوى فيتامين دال لديه يقول البعض أن فيتامين دال يمكن أن يسبب أمراض أو تسممات في الحقيقة الناس يمرضون بسبب نقص فيتامين دال لديهم عندما يكون مستوى فيتامين دال لديك تحت 20 فهذه مشكلة كبيرة وطبعا هذه النسبة موجودة لدى مئات ملايين الأشخاص حول العالم وهذا يختلف من بلد لآخر عدد كبير من الأطباء حول العالم ينصحون بالحصول على فيتامين دال من خلال التعرض لأشعة الشمس لكن في الحقيقة أنت بحاجة للمشي أو للجلوس تحت أشعة الشمس طيلة ساعات النهار وبشكل يومي لتستفيد من فيتامين دال وهذا غير ممكن أضف إلى ذلك أن لون بشرتك له علاقة بتحويل وإنتاج فيتامين دال لديك كما أن هناك دول لا يحصل أبناؤها على أشعة الشمس كما يجب يجب أن تعرف أن تعرضك لأشعة الشمس لفترة قصيرة من النهار غير كافي لتحويل وإنتاج فيتامين دال لديك كما أن التقدم بالعمر يقلل من قدرة الجسم على تحويل وإنتاج فيتامين دال وأيضا معلومة هامة مرضى مقاومة الإنسلين وهم مئات ملايين الأشخاص حول العالم السكر التراكمي لديهم 5.7 إلى 6.4 يعني مرحلة ما قبل السكري هؤلاء يتناولون كميات كبيرة من السكر والكربوهيدريت والنشويات فيتوقف لديهم الإنسلين تدريجيا عن العمل وهؤلاء ينقص لديهم فيتامين دال أجد أنه للحصول على ما يحتاجه جسمك من فيتامين دال فإنك بحاجة لاتباع نظام تغذية صحي وأيضا لتناول مكملات غذائية فأنت بحاجة لتناول بروتين حيواني وأيضا تناول الفطر أو المشروم وبعض المنتجات الحيوانية مثل الزبدة البلدية والقشطة والبيض والدهون الحيوانية لكن جميعها لن تكفي ولن تعطيك حاجتك من فيتامين دال لذلك تناولك لمكمل غذاء فيتامين دال هو الحل كي تحصل على حاجتك اليومية من فيتامين دال ويتم تناوله مع الدهون لأنه قابل للذوبان في الدهون لذلك إذا تناولت طعام منخفض الدهون جدا والصفراء لديك لم تفرز ما يلزم فإنك لن تستفيد من فيتامين دال بشكل جيد ولن يتم امتصاصه بشكل جيد في جهازك الهضمي وعندما تتناول فيتامين دال فإن عملية امتصاصه تكون أفضل مع وجب الطعام كبيرة دسيمة تحتوي على زبدة حيوانية أو بيض أو زيت زيتون وعندما تكون المناعة والجهاز المناعي ضعيف يكون فيتامين دال منخفض فنقص المناعة مرتبط بنقص فيتامين دال المشكلة أن فيتامين دال معظمه لا يتم امتصاصه في جهاز الهضم عند وجود أمراض لذلك أنت بحاجة لأمور هامة تساعدك على امتصاص فيتامين دال وأهم ما يساعد على ذلك الأطعمة الصحية فتناولها له تأثير إيجابي كبير في امتصاص نسبة أعلى من فيتامين دال أما تناولك لأطعمة جاهزة ومصنعة ووجبات سريعة ومشروبات غازية أو أطعمة غنية بالسكر فإنك لن تستفيد بشكل جيد ومثالي من فيتامين دال في الحقيقة ممارستك للرياضة في البيت أو الجيم وأيضا رياضة المشي لها دور أساسي في امتصاص فيتامين دال ومن العوامل المساعدة أيضا في امتصاص فيتامين دال هو ماجنزيوم والبورون والزينك وفايتامين كي تو أيضا أوميغا ثري هو أحماض دهنية وعوامل مساعدة هامة في امتصاص فيتامين دال هذه المكملات التي ذكرتها يمكن استخدامها بشكل يومي جرع يومية مع فيتامين دال فيتامين دال ينصح بتناوله لمدة 3 إلى 6 أشهر كعلاج وبعدها يجب تناوله مدى الحياة بشكل متقطع يعني بجرعة 10 ألاف وحدة دولية مرتين أسبوعيا حد أدنى عدد كبير من الناس يتناولون حبة يوميا من فيتامين دال عيار 5000 وحدة دولية وبعد فترة شهرين إلى 3 أشهر يظهر تحليل فيتامين دال نقص في مستواه لذلك أجد أن جرعة 10 ألاف وحدة دولية هي جرعة جيدة مرة يوميا لمدة شهر إلى 40 يوم وبعد ذلك يتم تخفيض جرعة فيتامين دال إلى 10 ألاف وحدة دولية حبة 3 مرات أسبوعيا لمدة شهرين لأن الهدف هو رفع مستوى فيتامين دال في الجسم والحفاظ على مستواه الطبيعي والجيد طبعا الأمر يختلف من شخص لآخر ومن حالي لأخرى وتحليل فيتامين دال والأرقام التي يظهرها التحليل هي من توجه بشكل دقيق هذا الموضوع فمستوى فيتامين دال لديك يجب أن يكون بين 40 إلى 45 بينما في الحقيقة نجد أن معظم الناس تحليل فيتامين دال لديهم هو تحت 20 وصول مستوى فيتامين دال عندك إلى 60 أو 70 هو أمر جيد لكن بعض الأشخاص يمكن أن يتناولوا جرعات عالية من فيتامين دال يعني 50 ألف وحدة دولية إلى 100 ألف وحدة دولية يوميا ولفترات طويلة ويدخلون في سمية فيتامين دال وهذا يترافق مع ارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم ويسبب مشاكل صحية عديدة وخطيرة طبعا هذا الأمر نادر جدا لكنه موجود إجراء تحليل فيتامين دال هام كل 3 أشهر وخاصة في بداية العلاج فيتامين دال مضاد التهاب قوي ومسكن ألم قوي وهو وظائف حيوية عديدة على مستوى أجهزة الجسم أكثر من 3000 وظيفة أهم الأطعم الغنية بفيتامين دال صفار البيض كبد العجل سمك السلمون سمك التونة والسردين زيت كبد الحوت الفطر أو المشروم والجبن البلدي أهم أعراض نقص فيتامين دال التعرض المتكرر لالتهابات وخاصة بالمفاصل والركبتين وفقرات العنق وأسفل الظهر نقص فيتامين دال يؤدي إلى التهابات الجلد وجفاف وتقشر الجلد وأكزيما وحساسية بالجلد وحساسية الأنف والعين وتعب البشرة وتساقط الشعر نقص فيتامين دال يسبب نقص مناعة وأمراض الجهاز الهضمي ونقص البكتيريا المفيدة ونقص الماكروبيوم المسؤول عن تصنيع فيتامينات B1 وB6 وB12 نقص فيتامين دال يسبب ارتفاع الكورتيزول وتوتر وانفعال وضغط نفسي نقص فيتامين دال يسبب زيادة الوزن والسمنة وتعب عام وخمول وقلق واكتئاب واضطرابات نوم إذن ختاما فيتامين دال هو صحة وعافية لأجهزة جسمك ووقائي من جميع الأمراض كونوا بخير بإذن الله دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك وتعليقاتكم الحلوة والتعرف الفيديو بحبكم جميعا عائلتي الجميلة عائلة الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته